نمرة واحد خليني أتكلم في نقطة مهمة جدا عارفين حضراتكم يا خلال تقول الحق الذي يراد به باطل كلام ده الحقيقة شايفينه اليومين دول احنا يعني احنا هنا ما بنردش على توافع الأمور يعني ما بنشغلش بالنا وخصوصا ان احنا عندنا مباراة مهمة جدا يعني على الأصوات التانية انها تشغل بالها بنفسها وبوقعها المريل اللي هي بتعيش فيه وإن كانت المقولة دي أو الفكرة دي اللي هي الحق الذي يراد به باطل هدفها المنطقي من وجهة ناظري لأنه ملهاش أي منطقية يعني هي التعبير عن مشاعر الحقد والغل اللي فريق بيلعب رابع سنة على التوالي بطولة نهاية أفريقيا أو نهاية بطولة أفريقيا وإن ما كانتش كده فيهياء ممكن تكون بتعبر عن غباء شديد أو خلينا أقول على أفضل تقدير هي محاولة لتشويه وقلب الحقيقية زي ما تعودنا دايما ومحاولة للمدراء على منظومة فشل متكرر بس في النهاية أنا هافترض أنه إذا كان كل الكلام ده بيمثل نسبة 99% فأنا هافترض أنه فيه من رجاحة العقل وفيه من المنطق والموضوعية نسبة 1% فهنرد على الفكر بالفكر والمنطق بالمنطق وفيه ناس كتير بتحاول تتكلم على مباراة الأهلي والوداد في مباراة العودة أو من وجهة الأهلي والوداد في نهاية البطولة بشكل عام سواء زهابا في القهارة أيبا في الدار البيضاء بأنه الأهلي فريق مرتاح وأنه الأهلي بتأجله مطشاط على الكيف وعالهوى زي ما بيقولوا يعني وأنه الأهلي لو كان بيلعب كل مطشاطه فده كان يصيبه بحالم الأرهاق كان ممكن جدا ما توصلوش لنهاء دور الأبطال وأنه في مقارنة عدد مباراة الأهلي للعابة محليا مقارنة بمباراة الوداد للعابة في البطولات المحلية هنجد أنه فريق الوداد لعب كامل مبارياته في حين أنه الأهلي هنا ليه ست مباريات مؤجلة وأنه الأهلي بيلقى كل أنواع الدلع من منظومة أو المسؤولين عن منظومة كرة القدم في مصر سواء بقى تحت كرة مصري سواء ربطة أندية سواء 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 والكلام ده الحقيقة لا أساسة له من الصحة وببساط الشديد جدا لما نيجي نفنده بلغة الأرقام زي ما هم استشهدوا بلغة الأرقام أنه الوداد لعب 26 مباراة زيه زي كل الأندية في الدولي المغربي ولم تؤجل لي أي مباراة في بطولة الدولي المحلي رغم بشاركته في بطولة الدولي الأبطال ووصوله للمباراة النهائية زيه زي الأهلي بالتمام والكمال فعلى الرغم من تاني من ده أنه الأهلي لعب 24 مباراة في الوقت اللي فيه عدد من الأندية المصرية وصل عدد مباراتها في الدولي المحلي لل30 مباراة وده واحد من الأدلة اللي بتأكد على فكرة مجملة النادي الأهلي ومحابات النادي الأهلي وتفضيل النادي الأهلي على بقية الأندية المصرية وده كلام حقيقة ليس له أساس من الصحة وانا قلت ان انا هرد على الكلام ده زي ما قلت بالأرقام وبلغة العقل والمنطق وخد بالحضرتك انه الأهلي والوداد مشوا نفس المشوار في بطولة دوري أبطال أفريقيا يعني لعبوا نفس عدد المباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن من الزنب الأهلي أبدا أنه هو والوداد بيشاركوا في بطولة كاس العالم الوداد خرج بدري بدري رغم أنه بيصدف البطولة على ما لعبه وفست جمهوره والأهلي لعب كامل عدد المباريات في بطولة كاس العالم حتى نهايتها وبالتالي الأهلي لعب زيادة عن فريق الوداد مبارتين في بطولة بتقام بر مصر على الرغم من الوداد طبعا ما اضطرش يسافر لأن البطولة استضافتها المغرب ولعب مطشو على أرضه وفست جمهوره ومش مسئولية النادي الأهلي ولا ممكن تعاقب أبدا مسئولين في النادي الأهلي على أنه هم بيشاركوا في بطولات بتأخرها من الموسم الماضي وعشان الوضع عندنا في مصر ماشي عكس الطبيعي أو عكس المتعرف عليه اضطر الأهلي أنه يلعب ثلاث مطشوات الموسم ده ما كانش مفترض بيه أنه يخد اللقاءات دي بهذه القوة وخارج الحدود المصرية نتكلم على مباراتين تلعبوا فيها الإمارات مرة في مواجهة الزمالك في سوبر مصري ومرة تانية فيها الإمارات في مواجهة أيضا كاس سوبر مصري بس كانت التانية في مواجهة بيرامدز والأهلي مش مسئول على أنه فيه كمالة بطولة كاس بنكملها من الموسم اللي فات فدخلت مطشطها في الموسم الحالي فاضطر الأهلي يلعب مبارات الكاس اللي كانت بتاعتها الموسم الماضي اضطر يلعبها في الموسم الحالي ويصل لنهايتها ويكسب البطولة لما تحسب عدد المبارات اللي لعبها النادي الأهلي مع اختلاف مستوى المنافسة يعني الوداد لعب الهلال السعودي فاتغلب فخرج من البطولة الأهلي لعب أوكلاند سيتي مباراة زيادة لعب سياتل ساوندز فكسب فتأهل لمواجهة الريال فلاعب ريال مدريد فخسر فلاعب فلامينجو بطل الكوبة ليبرتادورس فبالتالي عدد مبارات الأهلي لو تعرض ليها وعدد البطولات اللي شارك فيها النادي الأهلي وعدد رحالات النادي الأهلي الخارجية والمبارات اللي لعبها خارج مصر لو تعرض ليها اي نادي تاني غير النادي الأهلي كان من ممكن جدا انه عدد المؤجلات او المبارات اللي يتم تأجيلها ليه اكتر بكتير من فما تلومنيش على تفوقي وما تلومنيش ابدا على مشاركتي الخارجية اللي هي الحاجة الوحيدة اللي منورة في الكرة في مصر على كل الأحوال خلينا نروح لموضوعنا وخلينا أقول لكم أن حلقة النهاردة أنا طبعا بستقبل فيها نجم كبير لعب كبير ومدرب قدير اسم كبير جدا هو كابتن خالد جاد الله عشان أفرد مع الملفات وحط كل التساؤلات المرتبطة بالمباراة الأهم الموسم ده مباراة التتويج بإذن الله ببطولة وبلقى بدوري الأبطال مباراة الوداد يوم الحد اللي جاي وفي أسئلة كتيرة ممكن تكون في عقول جماهير النادي الأهلي بتدور لها على إجابات يعني أنا متوقع طبعا السؤال الأهم والأبرز كيف سواجه الأهلي الوداد على أرض وبين جمهور وهي الخطة الأنسب وخصوصا بعد ما استكشف كولر الوداد على أرض الواقع وأعتقد أنه ظهر في الفريق قدامنا مش مطلوب مننا أن احنا نكون محللين على درجة عالية من الزكاء والفتنة عشان نكتشف أنه في مواطن ضعف ونقاط ضعف كتير جدا في فريق الوداد يمكن تكون من وجهة نظر ناس ميزة الأرض والجمهور هتصبوا في صالح الوداد أنا بشوف أنه ده واحد من الأسلحة اللي على الأهلي لاعبته في الملعب وعلى مستر كولر أنه هم يقلبوا لصالحهم إزاي نقدر نعمل ده؟ لو جوابنا على كتير من الأسئلة المتعلقة بمباراة الزهاب قد نجد إجابات فتنة جدا في مباراة الزهاب اشتركوا في القناة